اشتركوا في القناة اخواني متابعة لسلسلة كيف تأخذ بيانات المحركات ان شاء الله اليوم بدنا نتكلم عن طريقة اخذ بيانات محرك تسعمية دورة ست اقطاب ست اقطاب حققية هو المحرك واحد ونصف كيلو وط وبشتغل على قير قير كبير شوي خلينا اورجيكم هذا هو قير هذا هو راس القير وهي البوبي انتقاه طبعا بدنا نشوف كيف بدنا ناخذ بياناته بشكل دقيق وسهل طبعا هذا المحرك بيشتغل على عن طريق انفيرتر ثلاثة فاز على اساس انهم يأخذوا منه سرعات ابطأ واسرع طيب نحن نشوف كم سلك خارج منه خارج منه ثلاث اسلاك طبعا نظر لف اصلي لف شركة خارج منه ثلاث اسلاك فقط زي ما انتو شايفين وزي ما حكينا بالعادة في محركات الثلاث فاز نسحب الاسلاك اللي خارجي للرزيتة بره وبنشوف شو فيه ملحوم على راسها كم سلك وانهو عليه وعليش قاسي نحاول نقطع الخيط ونسحب الاسلاك ومعلومة تسلك واحد يتكفيني زي ما احكي لكم دائما طبعا احنا راح نشوف انه المحرك هذا ملفوف خلوني باش اضبط الكاميرا واجي طبعا احنا بس نسحب الاسلاك نقدر نحدد انه المحرك ملفوف ستار او دلتا لانه بصراحة خارج منه ثلاث اسلاك فهو راح يكون ستار داخلي او دلتا داخلي بنحاول نقطع الخيط على اساس انه احنا نسحب الاسلاك نشوف احنا اسلاك واضح معانا بس يكون واضح معانا توصيله الماكرونة اللي جاي اللي واصلي فيه نعرف من اي مجموعة جاي من نفس الفاز او من فاز مختلف طبعا اذا كانت من نفس الفاز الماكرونة من مجموعة واحدة من فاز واحد من نفس الفاز طبعا يعني مجموعة واحدة لقصد فقط معكرونة واحدة اذا بكون توصيله التوالي وستار اما اذا كان عليه معكرونتين كل معكرونة من فاز بكون دلتا داخلي واذا كان معكرونتين كل معكرونتين من نفس الفاز بكون توازي الان احنا بنشوف اننا مثلا هذا السليك هذا اوضح ممكن لاحظوا لاحظوا عندي هاي الماكرونة هاي الماكرونة طالعة من الفاز اللي من جوه اللي بالوجه هون طبعا هم رفوف ثلاث طبقات يعني لفين الفاز الاول بعدين لفين الفاز الثاني بعدين لفين الفاز الثالث ثلاث طبقات الطبقة اللي من الداخل هي معكرونة هاي منها هاي جاي من الطبقة اللي من الداخل والمعكرونة الثانية جاي من الطبقة الاولى اللي من تحت هون لاحظوا فاذا لاحظوا هاي هاي هون ان شاء الله تكون بس واضحة لاحظوا معكرونة فلوني اقربها لاحظوا هاي ماكرونة جاي من الفاز اللي من جوه والمعكرونة الثاني جاي من الفاز اللي من وراه لاحظوا اذا عندنا ماكرونتين من فازين مختلفات ماكرونتين من فازين مختلفات اذا هذا التوصيل دلتا هذا التوصيل دلتا ماكرونتين كل ماكرونة من فاز مختلف بكون توصيل دلتا ولو شفنا السلك الثاني الاخر مثلا نفس الشي هاي الان هاي ماكرونة من الفاز اللي في الوسط وماكرونة من الفاز اللي بالوجه جوا والسلك الثالث نفس الشي هاي ماكرونة من الفاز اللي الاول اللي من تحت وهي ماكرون المرفاز اللي بالوسط اذا هاي واحد واثنين زي ما بحكينا دايما واحد واثنين واحد وثلاث واثنين وثلاث اذا واضح الان توصيله دلتا بدون اي مشاكل واضحة ما عنا اي مشكلة في الان بنقطع السلك ونشوف هو ملفو بكم سلك طبعا هم بلوف سلك مفرد الان هاي واضح معاي هون ملفوف سلك مفرد اذا توصيله الداخلي دلتا وتوالي طبعا هيك بدل انه توالي لانه مش توازي ودلتا اذا كان توازي ودلتا بدي يكون ماكرونتين من كل فاز يعني رح يكون اربع ماكرونات علي السلك ماكرونتين من كل فاز يعني مثلا الفاز الاول ماكرونتين خرجات منه اللي هن توازي وماكرونتين خرجات من الفاز الثاني او الثالث برضو هن توازي وبتوصلوا مع بعض بصيروا اربع ماكرونات فبصير توازي ودلتا داخلي الان انا عندي دلتا فقط دلتا فقط ماكرونة من كل فاز اذا هذا دلتا وتوالي دلتا وتوالي طبعا خطوة اللف من واحد الى ستة واحد اثنين ثلاث اربع خمسة ستة ست وثلاثين مجرى اذا ست وثلاثين مجرى من واحد الى ستة ست مجموعات والمجموعة عبارة عن ملف واحد بخطوة واحد الى ستة اذا متجاور التوالي الو نهاية في نهاية وبداية في بداية وبنوصله بالاخر دلتا الان صار واضح كلشو عندي خلوني انا افكو واعدو واقيس خملة السلك او قطر السلك على اساس اعطيكم البيانات كاملة في اخر الفيديو خليكم معنا طيب الان انا فكيت المحرك وجهزت للف وعملت له ورق نظفته وعملت له ورق على اساس انه نبدأ ان شاء الله بلفه الان بيانات كالتالي بياناته كالتالي الان طول المجرى طول المجرى 11 سنتي قطر 11 سنتي طول المجرى 11 سنتي طبعا ممكن يكون 11 و 1 لان الحديد انا شايفه نافش شوية من نتيجة المية شارب مية فصير اكبر شوية من حجمه شيء بسيط يعني وانا قصت البوبين لقيته 11 وقطره 11 كبعد يعني هاي قياسات البوبين لان انا كالتالي شفته المجرى صاير اعرض شوية النتيجة المية طبعا الخطوة 1 ستة خطوة 1 ستة 6 مجموعات او 6 مجموعات بعدد 87 لفة سبعة وثمانين لفة بسلك 7 ونص بسلك 7 ونص والتوصيل دلتا طبعا ممكن واحد يحكي ليش العدد كثير العدد كثير لانه توصيل دلتا لانه توصيله اصلا دلتا هذا السبب انه عدده ببين انه كثير طبعا لو بدك انت طبعا هاي دلتا 380 طبعا هاي دلتا 380 والستار بكون 660 فولت اذا انت حابب تعمله ستار 380 طبعا بتقسم العدد على جذر الثلاث وتضرب مساعد مقطع سلك 7 ونص في جذر الثلاث وبطلع معاك معلومات المعلومات الاستار وهاي هي وهاي هي ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات طبعا الان انا بصدد تصوير سلسلة جديدة ان شاء الله مهمة طبعا راح تكون بالرسم لتوصيل جديد اول مرة بنحكي بنتكلم عنه فتابعونا ان شاء الله في الايام القادمة ضروري لان هذه السلسلة مهمة للجميع ان يتابعها وهاي ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات لا تنسوا زيبوصيكم دايما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا